بلس الرسول في أي مكان كان بسافر كان بيتكلم عن محور الرسالة المسيحية وهذا كان متعارف عليه في الكنيسة الأولى ولسيما في الإنجيل المقدس بحسب البشائر الأربع متى مرقص لوقا ويحنى كلهم اتحدثوا بإسهاب وبتفاصيل دقيقة مكملة حدها للآخر عن صلب وقيامة يسوع المسيح يحنى المعمدان تنبأ عن صلب المسيح ويسوع المسيح عندما كان مع التلميذ مرارا وتكرارا كان بيذكر العبارة أنه ابن الإنسان متحدثا عن نفسه سيذهب إلى أورشاليم يسلم إلى رؤساء الكهنة يصلب ويقتل يدفن وفي اليوم الثالث يقوم وذكر هذه العبارات أول مرة ذكرها في قيصرية فليبوس في الشمال الأراضي المقدسة في بنياس وهناك عندما قال عن هذه المعلومة واحد من التلميذ العمالقة اللي هو الرسول بطرس أخذ يسوع جانبا وابتدى يقول ليسوع المسيح حاشاك يا رب الصليب مش لإلك المسيح لم يأخذ وقته أنه يشرح لبطرس عن موضوع الصلب لأنه أدرك كل الإدراك أنه بطرس هذه العبارة تكلمها عبارة شيطانية لأن الشيطان كان بعارض ويناقد وبيعمل كل المعاثر لألا يذهب المسيح إلى الصليب وفي هذه اللحظة قال يسوع المسيح لبطرس أبعد عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس أنت عم تمشي على تقاليد الناس أنت عم تمشي على التقاليد المتعارف عليها أنت عم تمشي ما يمليه طبعا العهد القديم بالنسبة لهذا الموضوع رح أتكلم عنه بعد شوي فبطرس أخذ هذا الجانب بالنسبة للرب يسوع المسيح كان الأمر حاسم جدا أبعد عني يا شيطان الذي ينكر صليب المسيح والذي يعارض صلب المسيح كأن الرب يسوع يقول أبعد عني يا شيطان بدون أي مساومة ولا أي مسايرة ولا أي تهاد على حساب الحق الكتابي حتى التلميذ بقيوا مش فاهمين حتى وهو في العلية يوم الخميس المسيح عم بيتنبأ لبطرس أنه رح ينكره ويهوذة الإسخريوطة رايح يخونه ومع كل هذا بيتكلم أنه رح يلقى القبض عليه لكن مع كل هذا مش فاهمين التلميذ ولما راح لبستان جت سيماني وكان يصارع وقطرات العرق نزلت قطرات دم وقال يسوع المسيح للآب إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك موسيقى موسيقى موسيقى